هاي ركابك يا ابو قيثر الجلعوطي انمثكوا في الحقيقة الوضع صاير ثريقة من اين ابدأ فور سماعي لاخبار المصيبة التي حصلت في حلب الحبيبة ركبت طائرتي الخاصة ظننتم انني ذهبت الى حلب للاتمئنان على المقاتلين في الحقيقة طرت الى موسكو للقاء ابو علي قيصر فقد وعدني من قبل انه سوف يحميني ولكن الظاهر ان ما يحدث في حلب سوف يمحيني انا لا اثق بالايرانيين بصراحة فهم لا يستطيعون حماية مؤخراتهم فكيف سيقومون بحمايتي سوف انظر ما الذي تبقى في الخزانة لكي ابيعه الى بوتين لعله يوافق على دعم مجددا وتشغيل الطائرات الروثية في سبيل حمايتي